على غرار مجلس العشائر العربية السورية في منطقتين درع الفراتي ونبع السلام تمضي أنقرة في تشكيل مجلس العشائر الكردية في منطقة غصن الزيتون تم بحول الله تعالى تشكيل مجلس سورة لحشدة ديدان ولي يضم كافة القرى في المناطق المحررة وعددها لا دودة القرية وماذا تشكيل جزء من المجلس القبائل والعشائر في المنطقة المحررة ست عشائر كردية تريد أنقرة إعادة تفعيل دورها في ظل الفلتان الأمني الذي تعيشه عفرين وعلى غرار مجلس عفرين المحلي وقع الاختيار على شخصية كردية موالية لأنقرة لترأس المجلس بعد يومين بإذن الله تعالى بعد يومين ستكون انتفاض العودة رقم اثنين إلى عفرين مساعد تركيا للتخفيف من حالة الفلتان الأمني في عفرين تتزامن مع دعوته رئيس مجلس العشائر الكردية علي سينو للكرد لما أسماه الانتفاضة الثانية ضد الدولة السورية وقسد دعوة تميط لثام عن أهداف أنقرة من تشكيل مجلس للعشائر الكردية كما يشكلون هنا من مجالس لا يمثل أحدا فالاحتلال يفرض قوانينه ويفرض إرادته ونحن نعرف أن الشعب السوريين الأكراد أو الأكراد السوريين لن يتنازلوا عن وطنهم ولا عن أصلاتهم ولن يكونوا ضد وطنهم إعادة تشكيل مجلس العشائر الكردية يتزامن مع تنام صراع فصائل مسلحي الجيش الوطني التابع لتركيا ما يثير تساؤلات عن مدى إمكانية نجاح أنقرة في مشروعها الجديد لضبط واقع منطقة يشكل التغيير الديمغرافي فيها أخطر تهديد لها بعد أربع سنوات على احتلال عفرين تعود أنقرة لخيارات كانت قد همشتها خلال السنوات الماضية خيارة تذكر باستغلال تركيا لمقاتلين كرد عملوا بإمرتها أثناء احتلال المنطقة لتقوم بتصفيتهم في مرحلة لاحقة فهل سيكون مصير مجلس العشائر الكردية مختلفا عما سبقه؟ رضا الباشا حلب الميدين